والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نردى جماعة نتكلم عن المغنطيس والمغنطة من المعروف أن المغنطيس هو حجر مغنطيسي موجود في الطبيعة ربنا خلقه حجر المغنطيس الإنسان استغل هذه الأحجار وخد منها أكسيد الحديد الممغنط وعمل منها المغنطيسات اللي نشوفها دي اللي هي الحديد لو لهذا المغنطيس يا جماعة والحديد أصلا موجود أو أكسيد الحديد اللي بتعمل منه المغنطيس موجود بكسرة في الطبيعة وربنا بيقول عنه أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ففي بعض التفاصيل بتقوله هو نزل من السماء وممكن طبعا أن أصدق قلم الله وخصوصا أن بعض العلماء بيقوله لهو نتيق حدث أو التماغنط للحجر ده من من الصواعق فلا نستبعد أن ربنا بقول أنزلنا الحديد فيه بأس شديد طبعا بعد التفسير تقولك يعني جعلناه فيه بأس شديد بس التفسير اللفظي أنزلناه فطبعا النزول من حتة عالية والله أعلم المهم المغنطيس ده لو لا هذا المغنطيس أو لو لا حجر المغنطيس اللي ربنا من نبيع علينا لفرقة الدنيا كلها في التقدم المغنطيس يا جماعة بيدخل في مجالات كتيرة وأهم حاجة فيها بيولد لنا الكهربا 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 اللي خلانا نعمل الدينامو نعمل التوربينات اللي بتولد الكهربا تنزل عليها المطرة تنزل عليها المياه من السدود مثلا بتدور بتولد كهربا المغنطيس يا جماعة خلانا نعمل السماعات لولا المغنطيس ده الصناعي اللي هو الحديد اللي هو بتعمل من الحديد ما كناش هنعمل لنعرف نعمل السماعات طبعا اتطورت وعملنا مغنطيس صناعي عن طريق مرور طيار كهربا في سلك بيت مغنط ويتولد عنه مجال مغنطيسه لولا المغنطيس ما كناش عملنا مواتير طبعا المواتير دي برضو بس ده اعتبر مغنطيس صناعي لانه طبعا مجموعة زي ما احنا شايفين المطور بتاع المروحة مجموعة من الملفات بتمر فيها طيار كهربي بيتمر فيها طيار كهربي بيحصل فيض مغنطيسي او حقل مغنطيسي بيتنافر مع البوبينة ادي البوبينة هي بتتنافر معها وخصوصا في هنا الحديد ده رقائق من الحديد برضو حوالين الملف بتجعلها تتنافر كلها مع بعض وتلف فده مغنطيس بس ممكن نعتبره مغنطيس صناعه الانسان غير المغنطيس اللي هو في الطبيعة اللي هو بيتكون من اكسيد الحديد من اكسيد الحديد اللي هو بيتعمل منه المغنطيس لو لا المغنطيس يا جماعة ما كناش عملنا المواتير دي يعني ده مطور مطور تسجيل زي ما احنا شايفين اهو فتحناه كده اهو نلاقيه من جوه عبارة عن ايه عبارة طبعا الكفر اللي برا زي ما احنا شايفين كده فيه هنا مغنطيس اهو الدايرة دي السودا عبارة عن مغنطيس وفي جواها بنحط البوبينة والبوبينة عليها كذا تلت مخدات اهو يا جماعة عند وصول الكهربا او فولت التشغيل للملفات ده هي اللي هي المخدات عن طريق الرشتين دول ادريشة وادريشة ده الغطة ودي دايرة التشغيل اللي بتخليه بتتحكم فيه سرعته بتتحكم فيه انه هو ثابت السرعة ده تسجيل عايز الصوت ثابت عشان اقدر اسمع الصوت بثابت ما اقدرش مثلا ايه يوعوع مرة يسرع ومرة يبطأ بس هنا طبعا المجائنة في المطور ده المغنطيس من برا والبوبينة من جوه فده عبارة مطور عبارة عن مغنطيس ثابت وبوبينة معمولة من الملفات لولا لولا اكتشافنا لخاصية المغنطيس اللي موجودة في الحديد او في اكسيد الحديد ما كناش عملنا المطور ده دي ما كانت حلاءة لولا المغنطيس يا جماعة ما كانتش المكنة دي اشتغلت وحركت الدراع ده ولمشات وقصت ازاي بيمر طيار هنا في ملفه ملفه بتكون من طرفين على بيدخل داخل الملف ده بلفات معينة وجوه قلب حديد ادي القلب الحديد اهو يا جماعة بيطماغنت القلب الحديد ده نتيجة مرور طيار كهرابي في الملف ويجذب الدراع ده لولا هذا المغنطيس يا جماعة واكتشاف الانسان ليه وابتقار مغنطيس صناعي عن طريق مرور كهرابي في ملف اي ملف يا جماعة بيمر فيه كهرابي هيولد طيار كهرابي بكناش عملنا الجرز الجرز يا جماعة في بدايته ما كانش بالجرز اللي هو اللي بتعمل دلوقتي مزيكة او اشكال من المزيكة لا زمان كان عبارة عن ملف بمغنط قطعة من الحديد تروح جذبة زي مطرقة كده او شكوش على على حتة نحاسة حتة حديد كده تروح عاملة تروح وتيجي نتيجة الجذبة وتسيب الدراع ده تجذب الدراع وتسيبه كانت بتعمل الجرز وبتعمل صوت واستخدمناه ومستخدم برضه لحد دلوقتي بس يعني مش زي الاول دلوقتي عاملين جرز ايه صناعي طبعا لو لا المغناطيس يا جماعة زي ما احنا شايفين ده ده اسمه ملف ازالة المغناطة الشاشة يا جماعة نتيجة لتعرضها المغناطيس ثابت سواء من سماعات او من اي جهاز فيه مغناطيس بيتم مغناطيتها تلفزيون العادي مش الشاشات والالوان تبرتش الالوان تتبهدل نلاقي احمر هنا واخدر هنا ومجموعة من الالوان على الشاشة مالهاش علاقة بالالوان الاساسية لو لا هذا ما كناش عملنا المغناطيس ده ده عبارة عن مغناطيس مصنوع برضو عبارة عن ملف ملف حوالين حديدة زي طرانس كده يا جماعة اما بيتمغنط بس ده طبعا متغيق مش مسابت اوصله الكهرباء زي ما احنا شايفين كده اوصله الكهرباء اوصله ده الكهرباء يجزب الحاجة يعني مثلا اهو ما عليش اجرب كده اهو يا جماعة كده شايفين ده اهو شوف مسيك هزاي اهو مسيك اهو يا جماعة بيتولد مغناطيس هوك وبالتالي بيجزب المغناطة او المغناطيس او الفضل المغناطيسي اللي موجود في الشاشة فينظف الشاشة من الالوان اللي هي مبرتاشة او اللي هي عشوائية كده وما لهاش لازمة طبعا المغناطيس يا جماعة المغناطيس ليه قطب ايه؟ قطب شمالي وقطب جنوبي وطبعا عشان يعرف القطب الشمالي والجنوبي هتجيب القضيب زي ده كده وفيه برادة حديد تحتيه وفي ايها ورقة هتلاقي برادة الحديد خدت اشكال دواير ناحية القطب الشمالي والتانية عملت ناحية دواير كده على هيئة ايه؟ على في القطب الشمالي على هيئة دواير البرادة بتاعتها الحديد يعني الحديد مبرودة وزراته صغيرة طبعا ممكن فيه حاجة انا اقولها لكم ان الكون ذات نفسه والارض اللي احنا عايشين عليها عبارة عن مغناطيس كبير يعني الارض ده بتغذب كل اللي على سطحها فهو عبارة عن مغناطيس بتغذب كل اللي عليه ولولا هذا المغناطيس الكبير ما كانش الانسان سيبت على الارض وكان طار في الجوة في الجوة والدليل كده لما بنبعد عن المغناطيس على الارض في السماء بتنعدم الجاذبية الارضية وتلاقي الناس في المركبات الفضائية بتطير وما بتجذبش التحت لان تلعت بعيد عن المجال المغناطيسي للارض وطبعا الفضاء ما فيهوش هذا المجال المغناطيسي الا انه موجود في الكواكب التانية ممكن تجذبك او تجذب الاشياء اليها وطبعا ده موجود بدرجات طبعا لان اصل الارض يعني زي ما بتقول كده فيها مغناطيس عظيم في النواة بتجذبه معادن بتجذب الانسان ودي خاصية من رحمة ربنا عاملها وإلا كنا طرنا في الهوى طبعا زي ما احنا شافين لولا السمعات يا جماعة انا اواريكم ايه في خاصية في المغناطيس طبعا لو جبنا اللي هو المغناطيس اللي على هيئة اللي على هيئة اضيب لقيه الشمال والجنوب بيتنفره يقولك الايه الاخضاء الاقطاب المتشبهة تتجازب ايه تتنافر والمتجازبة وال اللي هي مختلفة الشمال على الجنوب تتنفر مع بعض وهنشوف ده عملي هنا في المغناطيسات ديه يعني ده مغناطيسة بتاع السماعة بص يا جماعة كده كده لان دولك ده وده مختلفين اهو متشابهين فبيتنفروا مش عايزة يتلامسوا مع بعض بصوا بصوا تيجي تعملها تروح بعدها فالمتشابه يا جماعة بيتنفر يعني اي حاتين متشابهين بيتنفروا اما المختلفين فهم اعكسنا القطبية هو بيتجازب شفتوا يا جماعة بيتجازب ازال اهو نجيب ده كده بصوا مش عايز ايه مش عايز ده لزق المختلف معه في القطبية وده مش عايز يجي معاه بيتنفروا لانهم متشابهين ونلاحظ ان السطح ده في السماعات اهو زي السطح ده فعشان كده بيتنفر مع ده اهو مش عايز يجي وبيتنفر مع ده بصوا يا جماعة مش عايز حتى بصوا انا مش ماسك انا تقريبها ساند كده بس اهو بصوا عامل ازال اهو بصوا فمعروف الخاصية دي في المغناطيس احد خاصيات المغناطيس ان الاخطاب المتشابهة بتتنافر بيبعدوا عن بعض والمختلفة بتتجازب وطبعا الخاصية دي هي اللي عملت اصل المطور اصل توليد الكهربا عايز الحاجة تتنافر مع بعض مش عايز تتجازب لو انا عملت مطور مطور مثلا مروحة وخليت البوبينة بنفس قطبية الملفات دي دي هتنجازب اليه وهتثبت لا دي انا عايزه معاكس بعض قطبية الملفات غير قطبية غير قطبية البوبينة فيتنافره فاتلف هي دي الخاصية العظيمة الهدية الربانية اللي ربنا عملهانا عشان نقدر الانسان يتوصل لعمل المواتير وعمل المولدات حتى الحديد دلوقت يا جماعة بيجذبوا بيه وبيستخدموه في النقل حتة حديدة كبيرة طارة كبيرة يعني كبيرة كزا متر عرضها وبيجذبوا بيها القطع يعني العربيات القطع الغير البايز الخور ده يعني وبينقلوها من مكان لمكان عن طريق جذبها بالمغناطيس الكبير اللي هو اكبر من العربية وينقلوه فالمغناطيس يا جماعة في حياتنا نعمة من نعمة ربنا يجب ان نشكر عليها لانها مهدت لعمل ابتكارات كثيرة ووصلتنا ان الانسان يصل الى توليد الكهرباء بكميات كبيرة واستغل خاصية التنافر والتجاذب طبعا اهم استخدماتها توليد الكهرباء عمل المواتير وطبعا المواتير وما ادركها ما المواتير دخلت في كل مكان في كل حاجة اي حاجة متحركة يا جماعة وتديها كهرباء تتحرك بتتعمل المواتير وبيعدلوا في شكل الترس الامامي عشان يقدر يحرك الالة افقه او رأسه او يحركوها باي اسلوب فيعني المفروض نشكر ربنا والحمد الله وشكر الله طبعا زي ما قلت فيه مغناطيس طبيعي ومغناطيس صناعي مغناطيس طبيعي اللي هو بنجده في الطبيعة وده اكتشفوا العالم من زمان من قبل الميلاد يعني من قبل الميلاد واستغلوه في عمل البوصلة كانوا بياخدوا قطعة حديد ويعرفوا بها الاتجاهات يحطوها على قطعة خشب طيفة على المية والاتجاه اللي بيروح نحيته احد الاقطاب هم عارفين ده الشمالي او الجنوبي فمن قديم الازل استخدموا الانسان كبوصلة بس طبعا البوصلة طوارد غير الاول واستخدموها بعد كده وعملوها شكل ابرة غير اللي زمان كانت حجر وتتحطى على قطعة من الخشب طافية فوق المية فنشكر ربنا على هذه النعمة وشكرا وارجو ان ما كنتش نسيت حاجة والسلام عليكم ورحمة الله تاني في حاجة عايز اقولها المغناطيس استغلنا في التسجيل يا جماعة في حاجة في قطعة صغيرة في ملف في علبة التسجيل اللي بتشغل الشريط دي قطعة سودة كده ده هد المسح برضو بيمسح الشريط وبيمسح الشريط الفيديو فدي برضو نعمة من نعم ربنا اللي الهم بها البشر واللي استفادة من الخاصية العظيمة اللي هي موجودة في المغناطيس وهي الجذب اللي هي التنفير نحن استفادة تنفير ان الاقطاب المتشابهة بتتجاذب والمختلفة المتشابهة بتتنافر والمختلفة بتتجاذب ارجو انه ما كونش يمسيت حاجة وشكرا المختلفة المختلفة يا جماعة بايه بصوا بتتنافر اللي هي شبه بعض احنا عايزينها لو عايزينها تتجاذب بنجيب الايه؟ العكس يعني الحاجة اللي شبه بعض بتتنافر والعكس بعض بتتجاذب ارجو ان اكون مكترتش الكلام وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته